بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شباب نكمل محاضرة نحن بلترب جينريشن محاضرة ترب جينريشن وصلنا المحاضرة السابقة لكروس كلاسفكيشن مثل الكروس كلاسفكيشن مثل هي تستخدم حتى لمعرفة ترب جينريشن ترب جينريشن اناليسي هذه يديك اشفكيشن أكو وضيفتياً أساسية لترب جينريشن اياسز الأولى تباولوة تباولوة تربج كل يتشون الطريب ووووووووووووووووووونا نوجد علاقة بان لترب الوظيفة الثانية استخدام العلاقة حتى نخمن عدد الرحلات المتولدة بالمستقبل لنفس نفس الاستخدام الارض الحالية مثلا منطقة سكنية او تجارية نفس الخواص الارض حتى نعرف ان احنا بالمستقبل جد راح تولد رحلات هناك طرق عديدة ممكن نستخدامها بالترب جنوريشن اللي هي كروس كلاسفيكيشن اكو طريقة ثانية اسمها ريت بيز اون اكتيبيتي يونت والطريقة ثانية اسمها رح نستخدم القوة يونت The most commonly used method is القوة يونت because it's based on individual sample لماذا هي اكثر طريقة مستخدمة هي القوة يونت وداخلهم الشهري أو السنوي وعدد السيارات أو المركبات اللي يمتلكوها Cross classification is a technique developed by the Federal Highway Administration ها هي الطريقة أو تقنية طورتها the Federal Highway Administration وكالة أمريكية to determine the number of trips that began or end at the home إذن هي هاي cross classification هي يعني تختص بحساب عدد الرحلات اللي تبدي أو تنتهي بالبيت بالhome مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة لنا أكثر من 85% من الرحلات هي تيجي home-based trip فإذن هاي الطريقة تغطي 85% تقريبا من الترب من عدد الرحلات بشكل عام How home-based trip generation is a useful value because it can represent a significant proportion of all trips واضحة هي يعني واضحة هي يعني فد مفيدة جدا للhome-based trip generation because يعني اللي أنهي تتمثل إنه مثل ما قلنا 85% من العدد الرحلات الخطوة الأولى مثل ما بالسلايد السابق إنه هو نطور علاقات بين السوشيو إيكونوميك والترب بروديكشن أكو معاملات اثنين مهمات كلش اللي دائما راح نستخدمها نحنا يعني بحساب the trip generation هو الدخل والدخل والعدد السيارات اللي يملكها المنزل المملوكة للمنزل أو الأشخاص راح ناخد مثال توضيحي اللي شون نسوه cross classification method بحساب trip generation عدنا التابل رقم 12 مونية واحد هاي أكو عدنا عشرين بيت سوولهم home interviewed وهاي كانت الأسئلة اللي يسألوهم يعني تسأل للناس بالدول العشرين بيت هاي العدد المنازل اللي هي قوبلت الأسئلة كانت عدد الرحلات اللي يسألوها باليوم هذا العمودي مثل هاي العدد الرحلات وأيضا الدخل السنوي للأسرة اللي سألونا بهذا البيت يعني مثلا والسؤال الأخير كم عدد السيارات المملوكة اللي موجودة بالمنزل مثلا البيت رقم واحد اللي يقابله سألوهم كم رحلة باليوم تسألوهم كل أفراد العائلة مو شخص واحد بيوم كل أفراد العائلة كم رحلة سألوهم باليوم كانت الإجابة الثنية بعديا سألوهم إشقلت الدخل السنوي لكم انتو كعائلة يعني كل العائلة لأي بالقوم شك واحد يشتغل بالبيت المفروض الhousehold income كانت جواب مالهم 16 ألف دولار بالسنة كم عدد السيارات اللي اتو عددكم بالبيت كانت ما كوا صفر ما عددهم ولا سيها مثلا نجعل النموذج رقم 12 يعني الدار رقم 12 أو يعني التسلسل 12 بالمقابلات نفس الأسئلة كم رحلة سألوهم باليوم كانت الإجابة 6 رحلات باليوم لكل أفراد العائلة كم الدخل السنوي لكم كالعائلة كلها كانت جواب 32 ألف كم سيارة أنتو يعني عددكم بالبيت سيارة رحلة إذا نجعل رقم 15 بيت رقم 15 نفس الحالة كم عدد الرحلات اللي يعني يسوونها هاي الأسئلة اللي شاء لو يسئلوها هي 10 رحلات الدخل السنوي 44 ألف مثلا كم عدد السيارة اللي موجودة هي سيارتين فهسا احنا نبدي هاي البيانات نحاول نربط نسوي علاقة بين مثلا الدخل وتأثيرها على عدد الرحلات أو السيارات وتأثيرها على عدد السيارات تأثيرها على الرحلات بصورة عام ما الدخل هسا هو يعني متباين من بيت البيت كتصنيف عام هو يقسم إلى 3 تصنيفات رئيسية يعني الدور ذات الدخل الواطئ اللو إنكم والدور ذات الدخل المتوسط أو المنازل ذات الدخل المتوسط اللي هي ميديوم إنكم واللي الدور ذات الدخل العالي سمونا الهاي إنكم وهاي يعني مثلا نقول من 24 ألف فما دون نقدر نعتبرهم ذولي لو إنكم من 24 كذا رقوم الأربعين ميديوم من أربعين وفوق هذا يعتبر هاي هنا إحنا نقسمينه قبل لا نقسم هذا التابل هو سوينا الإنكم من الأقل للأعلى يعني إحنا بالبداية كان بهذا السلايد الإنكم وهنا 16 24 28 وبيرجع ع 18 كانت البيوت مني يقابله بشكل عشوائي هنا أخذنا هاي العينة بالأكسل رتبتهم أنا من الأوطئ للأعلى حتى نعرف نراح القسم وقلنا على شكل يعني نقسم المنازل على إنكمالهم لفترات معينة هنا قسم نجي هنا فصارت التقسيم مالتنا من 24 ألف فما دون هاي يعني انتيرفل من 24 ألف حتى 36 انتيرفل ثاني من 36 إلى 48 و 48 و 60 حتى ما نوصل أكثر من 60 فصار قدنا خمس تقسيمات هسا الخطوة الأولى هو نجد علاقة اللي هي شوز the number of household عدد المنازل وكاسة فكشن of auto ownership and income grouping هسا income grouping نحن سويناها من 24 من 24 إلى 36 و 36 و 48 و هكذا بعدين نجي نقسم السيارات اللي يمتد تكون 0 ما عادهم سيارة اللي عادهم سيارة واحدة و اللي عادهم سيارتين أو أكثر فنجي هنا بس من قلنا 24 أو أقل فنبدأ منها كم بيت دول اللي دخلهم 24 أو أقل هم هذا يعني 1 2 3 هم 3 منازل دخلهم يعني 3 منازل نقدر ضمن هاي الخانة أو هاي الفترة نجي زيان 24 كم بيت منذن 24 عادهم صفر سيارة ما عادهم ولا سيارة بيتين إذن بيتين ما عادهم ولا سيارة كم بيت عده سيارة واحدة بس هذا دار رقم خانسة و عندهم سيارة واحدة فهو 1 كم بيت عده سيارتين من ضمن ذن ثلاث بيوت اللي هم 24 أو أقل ولا بيت عده سيارتين أو أكثر العافو فصفر العافو نجي على الفترة الثانية اللي هي من 24 ألف إلى 36 ألف الدخل السنة يبدون من 28 يعني 1 2 3 4 36 5 يعني 5 بيوت 1 2 3 3 4 5 هسا نجي كم بيت ما عنده ولا سيارة هذا واحد إذن بس واحد هاي الفترة بس واحد ما عنده ولا سيارة كم بيت عده سيارة واحدة هذا واحد كم بيت عده سيارتين أو أكثر من ضمن هاي الفترة اللي هي من 28 إلى 36 هو بيت واحد إذن بيت واحد التوتال قلنا خمسة نجي هسا من 36 إلى 48 يعني نبدى من 38 واحد اثنين 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 اربعة خمسة يعني 48 نقلنا حد 48 هاي الفترة هي خمس منازل هسا نجي كم بيت عده صفر السيارة بس واحد هاي الفترة خمس منازل قلنا كم بيت عده صفر السيارة بس بيت واحد كم بيت عده سيارة واحدة واحد اثنين 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 و كم بيت عده سيارتين أو أكثر هاي الفترة هي اثنين هاذا البيت و هاذا البيت اثنين و عددهم يصبح خمسة هسا من 48 إلى 60 فنبدى من 52 48 ماكو واحد اثنين ثلاثة ثلاثة بيوت ثلاثة بيوت ثلاثة بيوت ثلاثة بيوت كم بيت عده صفر السيارة ولا بيت كلهم عدهم سيارة ذو فنجي من 48 إلى 60 كل سيارات ستّلوات كل سيارات ستّلوات بين 60 ستّلوات 4 بيوت كل سيارات ستّلوات سوف نرى كم بيت لديه سيارة واحدة بس بيت واحد كم بيت لديه سيارتين او اكثر واحد وهذا البيت الاخير هم عندها ثلاث سيارتين او اكثر ثلاثة 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 بيوت عندهم سيارتين او اكثر سوف نجمع بيوت الى كلام او 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 اكثر هسا الخطوة الثانية هنسويها على شكل نسبة مئوية احنا هنا عددهم دولي ثلاثة بيوت اللي هم من هاي الفئة من اربعة و عشرين الف او اقل هم دولة عدد ثلاثة فنشوف إجقد النسبة المئوية من المنازل اللي دخلها من 24 ألف وأقل نسبتهم المئوية ضمن هاي الفترة إجقد اللي ما عدهم سيارات وإجقد النسبة المئوية اللي عدهم سيارة واحدة وإجقد النسبة المئوية اللي عدهم سيارتين أو أكثر فنجي نجي هنا شاحص نقسم الثنيا على التوتر على الثلاثة فاثنين على ثلاثة يابون 6-7 وهنا الواحد تقسيم ثلاثة هي راح اصير بورين ثلاثة ثلاثة والاخير صفر تقسيم واحد صفر هاي النسبة المئوية نجي على كل خانة او على كل فترة هاسا نفس الحالة هما اشقد التوتر خمسة فنشوف اشقد النسبة المئوية ضمن هاي الفترة بر ضمن هاي الفترة اشقد النسبة المئوية من المنازل ضمن هذا الدخل يعني دخلهم من 24 ألف إلى 36 ألف ونجي نشوف كم عدد النسبة المئوية للمنازل ضمن هاي الفترة بس بس هاي الفترة من 24 إلى 36 اشقد النسبة هوا ينقسم 3 على 5 وهي اصير 60 بوين 6 و 60 بالمئة وشقد النسبة اللي اعتم سيارتين او اكثر في 1 إلى 5 فاصير 20 فهي اصير بوين 2 بوين 6 بوين 2 نجي هنا بوين 2 بوين 6 بوين 2 نفس الحالة للفترة من 36 إلى 48 نقسمهم 1 على 5 بوين 2 2 على 5 بوين 4 بوين 2 على 5 بوين 4 بنفس الطريقة هاي وبنفس البقية الفترات بنفس الطريقة الغاية من هاي هو حتى نشوف كنسبة مئوية يشقد عدد او العفو يشقد نسبة المنازل اللي ما عدهم سيارات ضمن هاي الفئة ضمن الدخل اللي هما من 24 او اقل وبعدها نجي نرسم الخطوة اللي وراها نجي نرسم هذا العمود يعني نرسم نسبة المنازل اللي ما عدها سيارات بالاعتماد عليمن على الدخل يعني بالأكس أكسز راح يصير لنا هذا المحور الأفقي راح يصير هو الانكم المحور العمودي راح يصير لنا النسب المؤوية راح يصير شكل كير نجي نرسم كيرف ثاني بنفس الحالة الانكم هذا بعد المحور الأفقي عرفناه هو الانكم نجي نرسم النسبة المئوية للمنازل اللي عدهم سيارة واحدة لمختلف الفئات لمختلف الفترات اللي هنا ونرسم كيرف ثالث بنفس الطريقة فيطلع لنا هذا الشكل فنجي مثلا اللي هما صفر سيارة اللي هو الأزرق الفاتح هذا فشوف اللي هما دخلهم السنة والقليل كانت هاي نسبهم يعني بوين ستة سبعة هاي الفئة وبعدين تتناقص وكل ما يزيد الدخل كل ما النسبة تتناقص لاشقل نحن لأنه هو كل ما يزيد الدخل لناس تقدر تشتري سيارة فاللي دخل قليل أكيد هو ما عندهم كان يشتري فتصر نسبتهم عالية فنبينة هاد من هنا رح نجي يشوفهم هي الدخل مننا يعني هذا الدخل والثلاثة هاي نسبتهم بوينة ثلاثة بعدين تزيد هاي النسبة للدخل المتوسط بعدين من نزيد الإمكانية قد الناس يعني إن كم يزيد خاصة أصحاب الرواتب العالية أو مش بس أصحاب الرواتب العالية مثلا بيت بيفد ثلاثة أربع موظفين هاد البيت فذول أكيد يعني مجموع دخلهم السنوعة أعلى من بيت بس شخص واحد بي حتى لو هذا الشخص راتب عالي بس مني يجي أربع خمس أشخاص مثلا أخوان يشتغلون يعني عايشين منس البيت وهم يشتغلون أكيد رواتب عندهم ذولي فرح يصير دخلهم كعائلة أو كمنزل دخله رح يصير أكثر عدد السيارات رح يصير أكثر فتشوفه اللي هما دخلهم واطئ يعني نسبة معينة بعدين يزيد للدخل المتوسط بعدين من نزيد الدخل للدخول العالية رح تقلي أشياء دول رح تكثر سياراته فنجي نفس الحق نشوف الهنا فهذا هو اللي بيبدأ قلنا اللي يندخل واطئ قليل بعدين كل ما يزيد الدخل للفترة المتوسطة هاي زاد وصل يعني الأقصى قيمة بعدين من يزيد الدخل اشي رح يصير اتقل نسبة الناس لعدهم سيارة في حين اللي عدهم سيارتين أو أكثر هما ذولي اللي راتبهم قليلة يعني رح يكون أكيد عنده سيارتين يعني اللي راتب قليل ما عنده سيارتين في حين كل ما يزيد الدخل كل ما هذا يزيد عدد انتلاك للسيارات فنشوف هاي العلاقة طردية كل ما يزيد الدخل كل ما يزيد عدد السيارات هنا بالتابل واضح فالناس اللي يدخلهم أقل من 24 ألف أكيد ما عدد السيارتين لأن دخل لواطي بعدين تبدي شوية تصعد من الدخل الـ 24 و 36 أكون نسبة يعني 20 بالمية بعد يم الـ 33 بدأت تزيد 40 67 75 فهاي العلاقات رسمناها هاي اللي على المثال ماتنا الـ 20 بيت هنا رح نقارن هوية نقارن هوية فقر هذا الفقر هو جاينا من يعني من مدينة واشنطن بسنة 1977 بالـ 1977 هم سوين دراسة نفس الطريقة ماتنا بمدينة واشنطن بأمريكا فشانت هذا الكيربات فنجي لي صفر سيارة هذا الخط فالصفر سيارة اللي ما عدد دول الـ income قلنا مثل ما قلنا مقسمينها low, medium وهاي مثل low income هم اللي أقل 32 ألف الـ medium 32 ألف الـ 48 ألف واللي أكبر من 48 ألف هم يعتبروهم هاي فنجي هنا اللي عدد صفر سيارة شوفوا هنا شباب اللي عدد صفر سيارة كل ما يزيد الـ income مالهم قليل أكيد دول ما معتهم سيارة فنسبهم عالية بس من يزيد الـ income اش راح يصير الناس راح تشتري سيارات فهم ما راح يصير معتهم سيارة فراح يصير هو علاقة عكسية كل ما يزيد الـ income وش راح يصير بيهم هذول الأشخاص راح يمتلكون سيارات فراح يغادرون هذلك مثلنا راحنا قلنا نفس الحالة بهاي الطريقة نفس الشي بعدين اللي عددهم سيارة وحدة هم نفس الطريقة يبدون قليل يصعدون لحد ما يصل للـ optimum للـ maximum بعدين النوب يرجع ينزل إذا نقار نوع 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 نفس الطريقة وبعدين الكيرف الأخير اللي هما اللي عددهم سيارتين دولة الدخل القليل أكيد دولة ما عددهم سيارات كل ما يزيد الدخل نسبة اللي عدده سيارتين أو أكثر ترتفع لحد ما دول يصير رواتبهم عالية أو مجموع الدخل عالي راح يصير الكيرف راح يكون بشكل طردي مثل احنا مثل الكيرف اللي عدنا هذا حتى نشيك عليه هسا الخطوة الثانية بحل السؤال نسوي علاقة بين عدد الرحلات الأverage number of a trip معدل عدد الرحلات لكل يعني نفس الفترات لنفس الفترات اللي مسوينها وعلاقته بال بعدد امتلاكهم للسيارات فمثلا نجي البيوت اللي هما من 24 أو أقل يجقد معدل عدد الرحلات اللي ما عدتهم سيارات ويجقد معدد معدل عدد الرحلات اللي عدتهم سيارة ويجقد معدل اللي ما عدتهم سيارة فنيجي هنا بنفس الـ اللي بدينا منه قلنا من 24 أو أقل من 24 أو أقل ف معدل عدد الرحلات للي ما عدتهم سيارات فعدنا هذا البيت ما بي سيارة كم رح ليسوي أربع رحلات وهذا البيت ما بي سيارة كم رح ليسوي معدلهم نجمع ثنيين و أربعة و نقسم على عددهم فيصير ستة على ثنيين فيصير معدل عدد الرحلات للفئة من 24 ألف و أقل للي ما عدهم سيارات هي ثلاثة هس نشوف اشقد معدل عدد الرحلات للي عدهم سيارة نجي هنا نشوف هذا اللي قلنا هاي الفئة من 24 أقل 24 أو أقل رواتبه هو بس بيت واحد عدد سيارة واحدة هو يسوي خمس رحلات إذن هو المعدل خمسة تقسيم واحد لأنه هو بيت واحد فيصير معدل الرحلات خمسة وبالأخير هو عدد المعدل عدد الرحلات اللي عدهم سيارتين أو أقل إحنا قلنا الفئة الأولى ما بيها ماكو كلهم ماكو بيت بي سيارتين أو أكثر واضح ماكو بيت بي سيارتين أو أكثر نجي الفئة الثانية اللي هي قلنا من 24 أقل 36 نشوف معدل عدد الرحلات اللي ما عدهم سيارات فنجي هنا نشوف ياهو اللي ما عنده سيارة بس هذا البيت اللي هذا رقم يعني هذا البيت اللي دخله 36 هو ما عنده سيارة عدد الرحلات أربعة فنفس الحالة بس هذا البيت فأربعة تقسيم واحد أربعة رحلات فنجي هنا من 24 أقل 36 معدل عدد الرحلات ضمن هاي الفئة هي أربعة نجي هنا ونشوف اللي عندهم سيارة من 24 اقل 36 فللي عندهم سيارة وحده 1 6 رحلات هذا البيت سيارة وحده هم عنده 6 رحلات يسوي هذا اوكي إذن تلث بيوت عندهم سيارة وحدة ظلن البيوت هي 6 زائدakara15 زائد 8 فالثمان طعش تقسيم ثلاثة الصير ستة فنجي هنا الصير ستة واضح؟ هسا نشوف معدل عدد الرحلات اللي يعدهم CRTN او اكثر ضمن هاي الفئة من 24-36 اذا بس هذا البيت هو بي CRTN وهذا البيت اللي بي CRTN سويه تسع رحلات فتسعة تقسيم واحد تبقى تسعة نحس نوصل للفئة من 36-48 ونفس العملية نتبهها من 36-48 يعني مننا نبدي ثمان يوم فنشوف البيوت اللي ماء اللي 48 فعدنا هذا البيت هو صفر السيارة معدل عدد الرحلات اذا خمسة تقسيم واحد لان هو بيت واحد فهاي خمس رحلات خمسة نسجح على صفحة نكمل نشوف اللي يعدهم سيارة واحدة سنشوف المعدل ما لهم فهذا واحد سبع رحلات نجي اثنيا هذا البيت الثاني ثمان رحلات سبعة وثمانية صارن خمسة عشر خمسة عشر اوكي اذا بيتين عدد الرحلات خمسة عشر معدلهم وخمسة عشر تقسيم اثنيا سبعة ونصف سبعة ونصف هاي سبعة ونصف وقلنا اللي يعدهم صفر السيارة هو بيت واحد وشانت عدد الرحلات مالته خمس رحلات خنكمل اللي يعدهم سيارتين او اكثر فانجي هنا اللي يعدهم سيارتين هذا البيت اربع اللي هو سيارتين عدد الرحلات دعش وهذا البيت الثاني عدد الرحلات عشرة بس بيتين فدعش وعشرة واحد وعشرين تقسيم اثنيا عشرة ونصف عشرة ونصف نكمل باقي الفجرات بنفس الطريفة هنا يقول هاي الملاحظات نقدر نشوفها من الجد وش هاي الملاحظات شنو؟ شوفو شباب نحن نجي هنا كلما زيد الانكم الانكم هسال 34 جايزيد بهاي الطريقة نجي لكل الفئات شوفوا م 3 4 أو 5 جايزيد الرحلات هنا بنفس الحالة 5 6 7 8 يعني كلما يزيد الانكم عدد الرحلات يزيد عدد الرحلات جايزيد هنا نفس الحالة 9 10 10 12 مقارنة ثانية كل ما زيد السيارات يعني هاي صفر واحد كل ما زيد عدد السيارات عدد الرحلات تزيد حتى لنفس الفئة يعني هاية الفئة الثلاثة لهم 24 أو أقل نفس الفئة بشوفوا هنا عدد الرحلات للي معتهم سيارة 3 في حين اللي عيدتهم سيارة 5 أكثر نجي على الفئة الثانية اللي هي من 24 ستة و 30 هما نفس الدخل يعني هذا البيت هو نفس الدخل تقريبا هما متساوين ضمن نفس الفئة بس من اللي عدد صفر ما عددهم سيارة عدد رحلاتهم 4 في حين نصر سيارة سيارة صرف 6 ومن عدد سيارة أكثر 9 حتى لو نفس الدخل وفي هذه نفس الحالة خمسة، سبعة ونصف، عشر ونصف إذاً ما نضع الانطباء؟ نستطيع قاعدة عامة كل ما يزيد عدد السيارات في البيت، يزيد الرحلات بغض النظر عنهم لا يقدر الدخل معهم لأن هناك مختلف الدخول ولكن عدد امتلاك السيارات لكل فئة إذا نقارنها يزيد الملاحظة الثانية JUNS كل ما يزيد الدخل كل ما يزيد عدد الرحلات trovًا للناس اللي لا اعتم السيارات كل ما يزيد الدخل معجته زيد الرحلات البيوت اللي بيها سيارة واحدة كل ما يزيد دخل اللي بيها سيارة كل ما 2 Dan كل ما يزيد دخلهم زيدitäten وهاين نحكيناها بالمحاضرة السابقة كي قلنا علاقة العدد السيارات و الرحلات هاي هي الملاحظات اللي نقدر نستخلصها من الجلول بنفس الطريقة ما رسم الفقرات السابقة نجي نفس الحالة نخلي هذا الانكم هو المحور الأفقي ونرسم للناس اللي هم صفر سيارة نرسم لهم عدد الرحلات العدد الرحلات يعني هذا الأفقي هذا العمودي راح يصير نجي النوب لهم سيارة وحدها بنفس الحالة المحور الأفقي راح يصير الانكم ونشوف عدد الرحلات لهم سيارة واللي عدم سيارة اكثر بنفس الطريقة فنشوف هنا راح يصير لنا هذا الفقر فتشوفوا هنا فاللي يأدهم صفر سيارة هو الازرق فكل ما يزيد يعني متفقين كل ما يزيد الانكم كل ما زيد عدد الرحلات هاي عدد الرحلات هنا وهذا الانكم فهي كدهن علاقات طردية باتجاه يعني للزيادة وبنفس الحالة اللي عدد اللي ما عددهم سيارة هو الأزرق صاير اللي جوا عدد رحلاته أقل اللي عددهم سيارة وحده الأحمر صاير بالنص يعني أكثر هم من الأزرق وبعدين اللي عددهم سيارتي أنا وأكثر شوفوا عددهم زار هذا الفكر أنا هم نفس الحالة تسوي مقارنة وياه من من نفس المدينة من نفس الدراسة مسوينه بنفس الطريقة اللي عددهم صفر السيارة شون جايز يدون اللي عددهم سيارة وحده هم بالنص واللي عددهم سيارتي أنا وأكثر هم يعني الفئة العالية عدد نمبر أوفت ربس هنا وهنا الانكم اللي هنا هو الحال خلاص يعني احنا لقينا علاقة سوينا علاقة بين يعني كروس كلاسفكيشن مثل اللي استخدمناها هي قدنا نسوي علاقات بين الانكم وعدد الرحلات وبين الامتلاك السيارة وعدد الرحلات حتى بعدين هاي العلاقات احنا نقدر نستخدمها بمعرفة عدد الرحلات واللي احنا نقدر من الفقر هذا نعرف احنا نقول امتلاك السيارات للفئة اللي هم عددهم سيارة واحدة ودخلهم مثل أربعين أليف فنقدر نعرف عدد السيارات هو عدد الرحلات الثمانية او سبعة مثلا طبعا احنا العينة ماتنا قليلة عشرين ما نقدر نعمل عشرين بيت بس بس مثل هذا الفقر هم مسويين لمدينة واشنطن آلاف المنازل المقابلين هم جمعين منها البيانات فمن الممكن اعتماد هذا الفقر يعني مثلا من نجي نخطط بالمستقبل اللي منطقة سكنية راح نقول اللي راح نسوي استقراء المداخيل او دخول هاي المنطقة راح نشوف نقول اغلبهم هم يعني خلنقول الميديوم او يعني او ميديوم رواتبهم عدد سفر سيارة راح يصير مثلا رحلتين واللي عدد سيارة وحدة ثم الرحلات واللي عنده سيارتين 15 رحلة الخطوة الاخيرة اللي هي ما عدنا هاي البيانات حتى نسويها بس على العموم ينقول كتصفية اكثر للبيانات او المخططات او النتائج مالتنا نقدر نطلع origin destination data not shown in the table يعني هي ما موجودة بالتابل اللي احنا 12 مونت واحد الاول اللي اشتغلنا عليه يعني بهذا التابل ما كو اكو origin destination عندنا اللي origin destination يعني مثلا نجي هنا هاي عدد الرحلات اثنين مثلا مفروض يصير اكو عمود هنا يقل لنا هاي الرحلات مثلا وحدة منهن مثلا نفس السؤال نحن طبعا نحن هوم انت ريفيو نحن شفناها بالمحاضرات السابقة هوم انت ريفيو هي اسئلة اكثر من السؤال مو بس ثلاث اسئلة فاحد الاسئلة مثلا قل لانت هاي عدد الرحلات رحلتين اكو مثلا اكو عدد الرحلات كم عدد الرحلات للعمل كم عدد الرحلات انت يعني راح تتقسم راح نعرف origin destination من عدد هن حتى نصير الhome بيربس العفو وهم نفس الحالة وعلاقت بال income category هاي البيانات هي جايبين من نفس المدينة هم من واشنطن فهي هاي تكملة الفقرات مالتهم فنشوف نقسم هوم بير وورك يعني الرحلات اللي هي من البيت للعمل اللي هي الهوم بير اذر اللي هي من البيت بس مو للعمل يعني قلنا للتسوق لزيارة الأصدقاء أو للتواصل الاجتماعي أو المختلف الأسباب واخنان هوم بير اللي هي قلنا هي مات يعني مو من البيت اللي هي قلنا من الكلية للموال بالمثال ماتنا السابق ولمحار السابق هاي العلاقة بين نفس من البسط شباب الفيديو صار وما نطوير كلش نوقف هنا نكمل بالإمثال الثاني ان شاء الله على المقطع القادر شكرا لزيار لكم